يعتمدون قديما على الزري كفير لأنه الأفخم الأفخم واللي يعطي الفرحة يعطي السعادة بالعيد نشوف دحين يعني مؤخرا صار من الموضة اللي طلعت أنه البنت وأمها يرسموا بنفس اللون و بنفس التفصيلة هذا من أول كان موجود يعني ورجع والحين كل شيء قديم صحيح الملابس وبعض العادات والأواني والبيت القديم وبيت الطين يقولون اللي ما له أول ما له تالي صحيح وقديمك نديمك لو الجديد أغناك أكيد طبعا وشوفنا يعني اهتمام منطقة نجد كمان بتراثها العريق ما شاء الله في كل المناحي سواء كان بالأزياء أو حتى بالأكلات وكثير من التفاصيل اللي اليوم بنشوف إعادة حياء لها وزي ما ذكرتك قبل شوية يوم التأسيس بالعاصمة الرياض كان يوم مليء بالفعاليات وشوفنا المسيرة اللي كان فيها التراث النجدي بكافة أشكاله وأنواع وألوان وشوفنا قد إيش أن التراث النجدي هو ثري بكثير من المعالم الجميلة جدا نعم نعم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أكيد وأبدا ما شوفنا تغيير أو لو جينا نقارن مثلا ما بين زمان والآن بنشوف أنه ما فيه مقارنة بالعكس فيه صار فيه إحياء لهذا التراث عبر كثير من الفعاليات نعم صحيح صحيح وانت كمان حضرتك شاركت في كثير من الفعاليات في إحياء التراث نعم منها الجنادرية كثير يعني الحمد لله والشكر الله شاركت فيها وبرضو هاليوم الوطني كثير شاركت فيها الحمد لله والشكر الله وأشياء كثيرة يعني ما فيه مجال الحسرة